السلام عليكم وأهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية نظمت لجنة القطاع السياحي في غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء لمناقشة القرار الصادر من وزير المواصلات والاتصالات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني وقد نص القرار الجليل على الزام وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديدة بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة عشرة ألاف دينار وتستخدم قيمة هذا الضمان لاستفاء أي مخالفات لشروط الترخيص وقد أكد أصحاب مكاتب السفر والسياحة على ضرورة إعادة النظر في تطبيق القرار بغية تخفيف الأعباء المالية والتشغيلية على العاملين في قطاع السفر نحن طبعا في قانون الطيران المدني ومناقشناه في مجلس النوام اضطرقنا لجميع الأمور من ضمنها جاء فرض عشرة ألاف دينار من نسبة حق مكاتب السفر والسياحة من خلال لحية التنفيذية اللي وضعتها الوزارة المعنية بس نحن نقول في خلال وضع أي مبالغ أو ضمانات يجب الرجوع إلى الجهات ذات العلاقة مثل قرفة تجارة صناعة البحرين وكالات السفر والسياحة لاتخاذ آراءهم في وضع هذه ومناقشتهم قبل اتخاذ أي غير نحن نحس كجمعية وكلجنة هذا القرار يضر بالمكاتب السفر والسياحة عموما ونعتقد أن في نهاية الأمر لما يكون قرار من هالنوع يجب أن يتخذ بالتشاور معانا كجهة معنية وكجهة تمثل القطع في هذا الجانب